عادت النسخة التجربية للجيل الجديد من مركبة الفضاء الصينية المأهولة الى الارض بنجاح وقد هبطت ظهر اليوم الجمعة في موقع تونفينغ الهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين هذا واطلقت الصين النسخة التجربية بدون طاقم من مركبة الفضاء الجديدة بواسطة صاروخ احامل من طراز لونغمارش 5 بي في يوم الثلاثاء وقد حلقت مركبة الفضاء التجربية في المدار لمدة يومين و19 الساعة واكملت سلسلة من تجارب علوم وتكنولوجيا الفضاء ويمكن للمركبة حمل عدد اكبر من افراد الطاقم وكمية اكثر من البضاء